بمناسبة تخليد الذكرى الستيل لتوقع الاتفاقية الثنائية لليد العاملة بين البغرب وبلجيكا نظمت صفارة المملكة المغربية ببلجيكا والدوقية الكبرى للكسنبورغ مأدوبة إفطار أشار فيها سفير المغرب محمد عامر إلى أنها تحتفي بالصداقة القديمة والمتينة بين المغرب وبلجيكا لا سيما على المستوى البشري والديبلوماسي والاقتصادي لافتا إلى أن المملكتين تجمعهما أوجه تشابه مجتمعية كبيرة نحتفل بذكرى ستين سنة على الاتفاقية الثنائية اتفاقية فتحت أفقا جديدا بالنسبة لبلجيكا في مجال الهجرة إذ ساهمت في التنوع الثقافي والاجتماعي للمجتمع وأنوه بذلك على العلاقات الممتازة بين البلدين هذا الاحتفال يعد أيضا تكريما للأجيال الأولى من المهاجرين المغاربة إزاء الجهود والتضحيات التي بذلوها من أجل الأجيال الجديدة من المهاجرين المغاربة الذين يضفون دينامية جديدة على العلاقات الثنائية سعيدة أنا جدا لحضور هذا الحفل باعتبار من بنات وأبناء هذه الهجرة التي قدمت من المغرب وذكر ستين سنة للاتفاقية بين البلدين تمكنني من الاحتفاء بها رفقة الحضور بنوع من التفاؤل في مسيرة البلدين مبادرات كثيرة بين المغرب وبلجيكا تشمل مختلف مجالات التعاون ما يعزز العلاقات المؤسساتية ويمنحها أساسا متينا ومستداما